النفس البشرية فيها طاقات تطلب مبديها طورها فكرا وسلوكا ولنفسك أحسن توجيها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين متابعة لحلقات برنامجنا اليوم سندخل في مهارة مهمة فيما يسمى اتخاذ القرار طبعا أكثر شيء يوميا تعمله هو اتخاذ القرار مثلا اختيار الطريق الذي يجي منها إلى مدرستك أو إلى جامعتك أو إلى دوامك هي قرار أن تتزوج فلانا أم فلانا قرار أن تختار مكان السكن قرار فدائما يعيش الإنسان في خضم القرارات ويوميا أكثر شيء تعمله في حياتك اتخاذ القرار فاتخاذ القرار له منهجية تمر في ثلاث مراحل رئيسية إذا أتقن هذه المراحل استطعنا أن نصل إلى القرار الصائب إن شاء الله نبدأ المرحلة الأولى في القرار ما يسمى صناعة القرار صناعة القرار تطلب جمع البيانات المتوفرة وحقيقة العصر منعيش فيه عصر بيانات هائلة جدا لكن أنا في مشكلة معينة أو في قرار معين يجب أن أحصر البيانات هذه البيانات نعتبرها المواد الخام لصناعة القرار من البيانات أستقي معلومات ويقال دائما أن القدرة على تحليل البيانات وربطها واستنتاجها ينهي بمجموعة من المعلومات فإذا معالجة البيانات تعطيني معلومات الآن المعلومات المتوفرة حجم المعلومات المتوفرة حول قرار ما مع استثماراتها في الواقع العملي بتعطيني المعرفة فالمعرفة هي مجموعة المعلومات التي أنت تمتلكها مع واقع عملي وتطبيقي نصل إلى المعرفة تراكم المعرفة خلال خبراتك في الحياة يصل إلى بند الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما فدائما المرحلة الأولى في القرار هي الصناعة فاطلب التأكد من صحة البيانات البيانات حجمها منوعة ذات طبيعة مختلفة في بيانات لها علاقة بأرقام في بيانات لها علاقة بحقائق معينة فالبيانات هي أساس صناعة القرار وهي المواد الخام في هذه الصناعة القدرة على تحويلها إلى معلومات نحتاج التفكير في هذه البيانات تحليلها الوصول إلى منظومة معلومات المعلومات بتراكماتها تعطينا المعرفة المعارف في الحياة تؤدي الوصول إلى الحكمة والمنطق في صناعة القرار أن أمتلك الحكمة هذه الوقفة الأولى مع القرار إذن بيانات معلومات معرفة حكمة صنعنا القرار الخطوة رقم اثنين اتخاذ القرار إذن الخطوة الأولى هي صناعة الخطوة رقم اثنين اتخاذ إذا كانت الصناعة تحتاج الحكمة فالاتخاذ يحتاج ماذا الجرأة الجرأة في اتخاذ القرار وهنا الناس ثلاث أنواع من حيث الجرأة والقدرة على المخاطرة النوع الأول من الناس منسميهم المتحفظون المتحفظون يخشى اتخاذ القرار مع أن الصناعة واضحة و يعني بالإضافة للصناعة عمل استشارة وعمل استخارة وكل اتجاه تقول اتوكل الله لكن هو يخاف اتخاذ القرار فالنوع الأول من الناس من حيث المخاطرة ناس متحفظة تخشى اتخاذ القرار وللأسف يؤمن ببعض الأمثلة العربية الأحيانة التي قد تعيك التقدم في الحياة مثلا في الباب اللي بيجي من الريح سد واستريح في أمثلة لها علاقة من خاف سلم وهكذا احنا بنناخذ المعنى الإيجابي فالبي الباب اللي بيجي منه الريح خلينا نفتحه و نركب الريح و نسود و نتكل على الله لأن دائما من لا يهوى صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفري و إن هبت ريحك فاغتنمها فلماذا نأخذ الريح بسد الباب لنأخذها فرصة للتطوير فإذا النوع الأول من الناس هو نوع متحفظ غير مغامر و حقيقة الإحصاء هنا يعني غريب شوية 70-75% من الأفراد في المرحلة العمرية اللي 25% أكثر 70% منهم متحفظين طبعا تزداد درجة التحفظ عندك لما تكبر أكثر في العمر عند الزواج يقل القدرة على المغامرة مع أول ولد حقيقة تنزل فكرة المغامرة مع ثاني ولد تغتال المغامرة في حياتنا فالأولاد مبخلة مجبنة أحيانا في اتخاذ القرار السليم النوع الثالث من الناس أو النوع الثاني من الناس اللي هم بسموهم القناصون عندما تأتي الفرصة يأخذها يدرسها و يأخذها و يغامر و في الدراسات أيضا 80% من الأشخاص اللي كانوا قناصين و استفادوا من الفرصة نجحوا في المرة الأولى إلى الثالثة و 20% المتبقيين نجحوا بالرأم المرة من 5 إلى 7 بالخلاصة جميع القناصين نجحوا و الفشل في الحياة منهج طبيعي للمراجعة لا تخشى الفشل أكثر ما يجب أن نخشى الخوف الخوف يعطل المغامرة فنرجو أن نتمتع بالجرأة و هي المرحلة رقم 2 من القرار إذن صناعة القرار تطلبت الحكمة اتخاذ القرار تطلب الجرأة طبعا من نوع الثالث من الناس من سميهم المغامرون لا ينظر الفرصة هو يصنع الفرصة يصنع الفرصة المواتية ليتخذ قرار و يغامر و حقيقة المغامرون هنا نقسمهم إلى فئتين هما بالإجمالي 5% من الناس مغامرون نحن قلنا النوع الأول اللي هم المتحفظون حوالي 70 إلى 75 القناصون حوالي 20% 5% المغامرون نوعين 80% من المغامرين لا أخلاقيات مثلا الحرامي تجار المخدرات هذه الفئات مغامرة لكنها مغامرة بلا أخلاق يبقى أن 20% من 5% اللي هم المغامرون مغامرون بأخلاقيات فكر جديد إبداع تطوير تحسين فكر جديد القرار يأتي في المرحلة 2 باتخاذ القرار و حقيقة دائما نقول ما يلي قرار خاطئ في الحياة أفضل من لا قرار فالتوقف عن اتخاذ القرار هو تجميد فعلى الأقل المحاولة و محاولة جسر الفجوات و التعامل مع الفشل بأريحية سيؤدي إلى الانطلاق في الحياة إذن نذكر الخطوة الأولى هي صناعة طلبة الحكمة الخطوة الثانية هي الاتخاذ و طلبة الجرأة النقطة الثالثة في القرار هي تنفيذ القرار ليس هدفنا اتخاذ قرار و ليس هدفنا صناعة هدفنا تنفيذ القرار بما يعود علينا بالفائدة و التطوير بالمرحلة الثالثة هي تنفيذ القرار يحتاج إلى موارد و يحتاج إلى مهارات فعندما أت reached أولي نفذ هذا القرار هل أملك الموارد المناسبة و حقيقة الموارد هي أربع موارد رئيسية في عندي موارد مالية يحتاجها أي قرار في الحياة للتنفيذ في عنا موارد لها علاقة بالعنصر البشري هل أستطيع لي وحدي أن نفذها القرار أم أحتاج ناس ليساعدني فأحدد المنظومة الموارد البشرية التي تلزمني في هذا القرار إذن موارد بشرية موارد لها علاقة بالمال في عنا موارد بيئية لها علاقة مثلا في المعدات التي أحتاجها هل أحتاج معدات هل أحتاج مواد للتعامل والموارد الأخرى هي الموارد التكنولوجية العصر الذي نعيش به يتطلب موارد تكنولوجية بشكل عام من وسائل اتصال اجتماعي من استخدام الانترنت من استخدام الجوال في تطبيقات مختلفة فأصبح إذن القرار عندما نملك ثلاثية مهمة ننجح في قراراتنا الصناعة الحكمة رقم اثنين الاتخاذ الجرأة ورقم ثلاثة تنفيذ القرار يتطلب المهارات والموارد لاحظ ما زالت المهارات هي الأساس اللي بيساعدني في الانطلاق لذلك الحلقة الأولى لما وضعنا الهوية ركزنا كثيرا على منظومة المهارات حقيقة المهارات هي اللي بتلزمك في مسيرتك في هذه الحياة والرحلة في الحياة نوعا ما نوعا ما قصيرة لما شفنا في إدارة الوقت أنت يتبقى أمامك خمس سنوات حقيقة في الإنجاز فيجب أن تمتلك المهارات يجب أن تحدد الموارد لتستطيع أن تسير بخضم قرارات مناسبة طيب إذا أخطأنا في القرار لنفرض أني أنا مشيت مع المثلث هذا بثلاثية القرار لكن أخطأت في القرار نقول ما يلي الفشل منهج للتطوير في الحياة ودائما الأشخاص اللي نجحوا في الحياة كانوا مصرين على النجاح رغم الفشل أصروا على النجاح فأعطي خلطة بسيطة جدا للتعامل مع الفشل المرحلة الأولى يمكن باللغة الإنجليزية أستخدم رموز بس اسمها T-E-F-C-A-S خنشوف إيش هي التفكاس وهي منهج التعامل مع القرارات الخاطئة نبدأ محاولة ثانية T-Trial ابدأ محاولة ثانية رغم الفشل حاول ابدأ محاولة ثانية المحاولة الثانية ستتحول معك إلى E اللي هي Event يعني ستصبح حدث على أرض الواقع هذا الحدث بتطلب F Feedback بعطيك تغذية راجعة من التغذية الراجعة لهذه المحاولة نضع Check في يعني تدقيق آه والله هنا في كان مشكلة لا هنا الأمور بش مزبوطة بعد Check بنعمل Adjust تعديل إذن خلال نعدي المسار لأن الفجوة ما زالت موجودة أبقى أحاول في هذا النموذج في الأخير رح أصل إلى الـ S وهي Success فإذن المسيرة في الحياة لا تخلو من الفشل لا تخلو من العقبات لا تخلو من مشاكل لكن الشخص الناجح يصر دائما على النجاح ويأخذ الفشل كمادة و كمرجع للتطوير أتمنى لكم النجاح في كافة قراراتكم و نلقاكم على خير بحلقة قادمة إن شاء الله النفس البشرية فيها النفس البشرية فيها طاقات تطلب مبديها طورها فكرا و سلوكا و لنفسك أحسن توجيها ترجمة نانسي قنقر الآن